مرحبا يعطيكم العافية جميعا انا الدكتور احمد صادق العموري اخصائي جراحة العظام والمفاصل العمود الفقري موضوعنا اليوم موضوع كتير مهم وكتير عم نسمعه وكتير منتشر هو اصبع النشاب كيف ينفسر اصبع النشاب اصبع النشاب هو التهاب يحدث بالجزء الخارجي يصل الى البطانة تبعة الوتر القابض للاصابع تمام بما يسبب انه مع حدوث الالتهاب بيحصل زي تعليقة او كاتش انه المربط اللي بيمر من فوق بيمر من فوقه للوتر بيمسك هذا الجزء اللي بيكون سبب الالتهاب تورم او زي نط عقدة تمام موجودة بالوتر وبالتالي تؤدي الى انه الوتر يصير في تعليق الاصبع بيصير عند الثاني نسكره ولكن لما نيجي نفتحه ما بنفتحه بصورة سهلة وبسيطة لا بيكون فيه زي تعليق بسيط هو درجات الدرجة الاولى اللي بيكون فيها التعليق البسيط زي ما ذكرنا الدرجة الثاني بيصير انه الشخص يقدر يسكره لكن ما بيقدر يفتحه مباشرة بيحتاج انه يستخدم ايده الثاني كرمال يساعد انه الاصابع تفتح مع سماع صوت طقة الدرجة الثالثة انه الاصبع يسكر ما يفتح ما بنحب طبعا ان نحن نوصل لدرجات المتقدمة علاجه فيه ابسطه انه احنا بناخد ادوية لعلاج تهيج الوتر بالاضافة الى عمل تمرين ستريتش مع الحفاظ على اوكي بعد اراحة الوتر لفترة الحفاظ على انه احنا نحرك المفصل او نحرك الوتر بحركته الكاملة مع بسط وانقباض دائم اذا تجاوزنا هذه الفترة او ما صار في تحسن نلجأ الى الابر الموضعي لعلاج تهيج والتهاب الوتر اذا كان الحالة مستعصية وما صار فيه اي استجابة بيكون للتدخل الجراحي في صورة عمل تحرير لهذا المربط تمام هو الحل علاج جدا بسيط حتى في صورة العلاج الجراحي ما بيكون كبير او بيأثر على فترة تعافي طويلة لا بتكون فترة التعافي جدا قصيرة جراحي صغير بنقوم من خلاله بارخاء هذا المربط وبالتالي عودة الايد لوظفتها الطبيعي اه اتمنى اكون اه وضحت لكم الموضوع وبتمنى لكم دائما صحة والعافية بتوتو الامر اشتركوا في القناة